القول في بيان سبب نزول قوله تعالى في الآية رقم 62 من سورة البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ذكر الواحدي في أسباب النزول عن مجاهد قوله لما قص سلمان الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الدير قال هم في النار قال سلمان فأظلمت الأرض فنزلت إن الذين آمنوا والذين هادوا إلى قوله يحزنون قال فكأنما كشفت عني جبل وقيل نزلت في أصحاب سلمان الفارسي لما قدم سلمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يخبر عن عبادة أصحابه واجتهادهم وقال يا رسول الله كانوا يصلون ويؤمنون بك ويشهدون أنك تبعث نبيا فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان هم من أهل النار فأنزل الله إن الذين آمنوا والذين هادوا الآية نزلت في سلمان الفارسي وكان من أهل جندي صابور من أشرافهم وما بعد هذه الآية نزلت في اليهود والمراد بالذين آمنوا هم المصدقون لرسول الله فيما آتهم به من الحق من عند الله والذين هادوا يعني اليهود سموا بذلك لقولهم إنا هدنا إليك أي ملنا إليك وقيل هادوا أي تابوا عن عبادة العجل وقيل إنهم مالوا عن دين الإسلام ودين موسى عليه السلام ويقال هادوا وتهودوا إذا دخل في اليهودية ويهود إما عربي من هادا إذا تاب سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل وإما معرب يهودة وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام والنصارى جمع نصراني والياء في النصراني للمبالغة سموا بذلك لأنهم نصر المسيح أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نصران فسموا باسمها أو باسم من أسسها والصابئين أصله من صبأ إذا خرج من دين إلى دين آخر سموا بذلك لخروجهم من الدين قال عمر بن عباس هم قوم من أهل الكتاب قال عمر ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب وقال ابن عباس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم وقيل هم قوم بين اليهود والمجوس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم وقيل هم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم وقيل هم قوم يقرون بالله ويقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة أخذوا من كل دين شيئا والأقرب أنهم قوم يعبدون الكواكب وذلك أنهم يعتقدون أن الله تعالى خلق هذا العالم وجعل الكواكب مدبرة له فيجب على البشر عبادتها وتعظيمها وأنها هي التي تقرب إلى الله ويقال إنهم على دين صابء بن شيص بن آدم وقال مجاهد الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى ليس لهم دين وعن إسحاق بن راهوية الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم وكان الحسن يقول في الصابئين إنهم كالمجوس وروي عنه أنهم قوم يعبدون الملائكة وعن الحسن قال أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس قال فأراد أن يضع عنهم الجزية فأخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة وقال أبو جعفر الرازي بلغني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون للقبلة وأظهروا الأقوال والله أعلم قول مجاهد ومتابعيه ووهب ابن منبه أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويختفونه ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئ أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض الزاك والأقرب في معنى الآية أن إيمان اليهود أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى حتى جاء عيسى فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى فلم يدعها ولم يتبع عيسى كان هالكا وإيمان النصارى أنه من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا مقبولا منه حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فمن لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنجيل كان هالكا والله أعلم